منذ أسابيع والمدمرات الأمريكية تتعرض لهجمات صاروخية متكررة أظهرت قدرة الحثيين على استهداف السفن الحربية في واحدة من أكثر المناطق حساسية للمصالح الأمريكية مجلة ناشونال انتريست الأمريكية تحدثت عن لجوء الولايات المتحدة إلى إرسال تعزيزات بحرية إضافية إلى المنطقة في خطوة تعكس حجم المخاوف من أن تمتد هجمات الحثيين إلى حاملات الطائرات الأمريكية التي تجوب هذه المياه ويبدو أن القرار الأمريكي يعكس إدراكا متأخرا لقوة الحثيين التي تم التقليل من شأنها على مدار السنوات اللافت في الأمر أن هذه الخطوة تأتي رغم أن الأسطول الأمريكي يعد الأقوى في العالم ما يطرح تساؤلات حول الثقة المهتزة بقدرته على ردع هجمات جماعة مسلحة محاصرة ما تمكن الحثيون من تحقيقه بالهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة خلال العام الماضي كان غير مسبوق بحسب تصريح وكيل وزارة الدفاع لشؤون المشتريات والاستدامة الأمريكية بيلا بلانت لم تعد الهجمات الحثية مجرد رسائل تحذيرية بل تحولت إلى عمليات منظمة تكشف عن تطور نوعي في قدراته متسليحية والتكتيكية فالصواريخ التي استهدفت المدمرات الأمريكية أصابت أهدفها بدقة ما يضع البحرية الأمريكية في وضع غير مسبوق من الحرج الحثيون الذين وصفوا من قبل بأنهم جماعة محلية بأدوات بدائية باتوا اليوم طرفاً يفرض نفسه على الساحة الدولية مستفيدين من حالة التوازن الهشرة في البحر الأحمر وتواجه واشنطن مأزقاً كبيراً في التعامل مع هذا التهديد فتصعيد الرد العسكري قد يشع المنطقة ويفتح أبواب مواجهة أوسع بينما سيعزز الابتفاء بردود فعل محدودة صورة الحثيين كقوة لا يمكن تجاهلها الأشهر الأولى من إدارة دونالد ترامب ستكون حاسمة في مواجهة التهديدات الحثية واحتمال تصعيد الجهود العسكرية الأمريكية بالتعاون مع الحلفاء الإقليميين للقضاء على القدرات الصاروخية والطائرة المسيرة التابعة للحثيين بحسب توقعات مجلة ناشنال انتريست تقرير المجلة أشار إلى أن إدارة ترامب قد تستخدم القوة العسكرية بشكل أكثر حزماً مرجحة أن يتم سحق الحثيين في الأشهر الستة الأولى للإدارة المقبلة بهدف استعادة الردع وتعزيز الهيمنة الأمريكية في المنطقة يبقى المشهد مفتوحاً على احتمالات عدة في ظل سعي الولايات المتحدة للحفاظ على هيبتها البحرية وردع أي محاولات لزعزعة استقرار المنطقة وتطرح التساؤلات عما إذا كانت الولايات المتحدة تستطيع فرض معادلة جديدة في البحر الأحمر فعلاً أم إن زمن متغيرات مختلفة سيفرض نفسه؟